التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع السيد تشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبية وذلك على هامش انعقاد قمة مثاق التمويل العالمي الجديد وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبية معربا عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية ومؤكدا الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين إخذا في الاعتبار التشاركة في الحوار الإقليمي المتوسطي وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره للتواصل مع السيد الرئيس والاستماع لموقف مصر من القضايا المطروحة خاصة في ذل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي ومؤكدا رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين في إطار وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية حتى عام 2027 التي تمثل مصارا حيويا لمزيد من تعميق الشراكة المصرية الأوروبية خلال السنوات القادمة في كافة المجالات كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن أبرز قضايا ذات الاهتمام المشترك حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المقدرة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول متوسط خاصة على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأيضا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط وتم كذلك مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية فضلا عن مستجدات الأزمة الراهنة في السودان الشقيقة حيث توافق الجانبان بشأن أهمية مواصلة التشاور والتنصيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة وذلك على نحو يراعي مصالح الشعب السوداني في هذا الصدد والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها